طيب خش عالتقيل كهربا الفولت العالي موجود ولا مش موجود ايه اللي حيدور في الاجتماع بخصوص كهربا هقول لحضرتك القاتي كهربا نادي زد كان محتاج كهربا ينتقل اليه بعد حالة الجفاء اللي كانت موجودة ما بين كولر وما بين كهربا في الاونة الاخيرة وان كهربا كان بيطالب ان هو يلعب بالسمرار والراجل الخواجة شايف ان محدش يقول له ألعب وملعبش انا شايف من يصلح لقيرة هجوم النادي الاهلي انا اللي بقرر وانا اللي بحط التشكيل وانا شايف ان كهربا مش رقم واحد ولا رقم اتنين يجي رقم ثلاثة ده وجد نظر مين كولر وبالتالي كولر كان ماشي من هنا وفي دماغه ان كهربا ميبقاش موجودة الموسم القادم اتصرفه عشان كده سيد نجيب سويرس مالك نادي زيد كان في اتصالات مباشرة مع مجلس ادارة النادي الاقل منهم كابتل محمود الخطيب عشان انتقال كهربا لنادي زيد كهربا تقلق في المباريات الماضية وشوفناه بياخد افضل لعب في المباراة مرة واثنين وكان اكثر الناس سعادة فكهربا المختصر المفيد يا كابتن بيبو يا مجلس ادارة النادي الاهلي يا لجنة تخطيط انا مش عاوز اروح زد انا عاوز استنى في النادي الاهلي وبصراحة عين العقل عين العقل اللاعب اللي يبقى في الاهلي او في الزمالك يظل مخلط تاريخية كلنا عارفين هذا الكلام تلعب اهلي وزمالك يغنيك عن اي حاجة فكهربا قال انا رافض عرض زد عاوز اكمل في النادي الاهلي طيب كانت سامق مستان حيعمل ايه بكرة مستر كولر كهربا كان اكثر الناس التزامن في المباريات كان مستواه كويس جدا في المباريات الماضية وبالتالي شايفين ان كهربا استمر معنا مستر كولر حيقولي الاتي مفيش مشكلة يستمر الكهربا لكن بشروطي بشروطي ايه هي شروط مستر كولر بالنسبة لكهربا كهربا رد السيم رقم واحد عنتي مهاجم اخر ممكن ينتفل معايا النادي الاهلي خلال الفترة القادمة يكون رقم اتنين هو يأتي في المرتبة الثالثة كهربا موافق على كده ويبقى موجود دون مغضادة وما يتكلمش وانا عاوز العب ومش عاوز العب على عيني وراسي يكمل في النادي الاهلي وانا شايف بصراحة ان النادي الاهلي في حاجة الى كهربا كهربا في اوقات كتيرة جدا جدا بيحل مباريات عديدة لما تكون مقفولة انه لعب مهاري والاهلي بيشارك في بطولات كثيرة جدا جدا بطولات كتيرة الاهلي بيشارك فيها فالاهلي محتاج ان لو كهربا حتى بديل البديل الكف اللي يبقى قاعد على الدكة يحسسك انه لو نزل في اي وقت من الاوقات يغير سير المباراة ويحول دفة المباراة انت في احتياج ليه وكلنا فاكرين ايام منو الجزيل لما كان موجود في النادي الاهلي اللي كان دكة النادي الاهلي بتعجب اسماء حدثوا الحرك بس كان بيسيطر على الدكة عشان كده كانت انتصارات الاهلي وفوز الاهلي بالبطولات المتعدلة مع ميستر منو الجزيل زي ما فوز الاهلي حاليا مع ميستر كولر اللي هو بيدرب ارقام منو الجزيل فده يا سادة فيما يخص كهرباء وفيما يخص اجتماع كابتن سامي امصان مع ميستر كولر من خلال الجوم اللي حتم بكرة او بعد بكرة على الاكثر تمام اشتركوا في القناة